ان عقد المؤتمرات المعنية بحماية ورعاية الاطفال واليافعين ليس بجديد فالموضوع ذو علاقة مباشرة بالفطرة والمبادئ الانسانية السامية التي تعتنقها جميع شعوب العالم مهما اختلفت حضاراتها وهوياتها انما تطرح الشارق على صعيد المبادرات الصحية والانسانية بات علامة فارقة على مستوى المنطقة والاقليم فليس امام دولتنا رأس مال اكبر واهم من الانسان في العام 2010 انطلقت رحلتنا ليغدو المؤتمر اليوم من اهم الاحداث الصحية التي تحرص على مناقشة القضايا الصحية المعاصرة حشد الجهود الدولية تجاه التحديات الصحية منصة علمية تجمع نخبة من الخبراء الدوليين بالتعاون مع المنظمات المحلية والعالمية المعنية اطلاق برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول احدث الممارسات الصحية الخروج بتوصيات ونتائج ايجابية لبناء مجتمع صحي خال من الامراضة وها نحن نجتمع مجددا عن بعد متجاوزين التحديات رافعين هذا العام شعار بيئة معززة لصحة الاطفال واليافعين لنواصل ما بدأناه مؤتمر صحة الثامن 2020 مؤتمر صحتي الافتراضي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هجواهر محمد بن سلطان القاسمي حرم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السلطان طبعا بداية سنتدي هذه الجلسة بعرض تقديمي يشرح للجمهور طبيعة عمل جمعية أصدقاء مرضى السلطان في دعم مرضى السلطان على مستوى دولة الإمارات طبعا بداية جمعية أصدقاء مرضى السلطان تسعى وتحاول في توفير الدعم المادي والمعنوي لمرضى السلطان على مستوى دولة الإمارات بدون أي تمييز وتختلف طبيعة الدعم لهؤلاء المرضى سواء كان المساعدات الطبية يحتاجها هذه المرضى كالعلاج الكيماوي الجراحي العلاج الإشعاعي الأدوية التصوير والتحليلات المختبرية وغيرها من العلاجات المختلفة بناء على الحالة المرضية ومتطلبات المريض وأيضا من جانب آخر تسعى جمعية أصدقاء مرضى السلطان بدعم المرضى من خلال عقد الفعاليات والحملات التي تكون متستمر على طوال العام أن نموذج رحلات العمرة التي تهدف إلى دعم مرضى السلطان معنويا وتخفيف على معاناتهم من خلال أدائهم المناسك العمرة والحج وذلك طبعا إيمانا من الجمعية بأهمية الدعم النفسي لمرضى خلال فترة العلاج أيضا هو الدعم المادي كما شرحنا نوفر الدعم المادي لمرضى السلطان وعائلاتهم بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الجنس أو الدين لأن بالنهاية العلاجات مرضى السلطان تكون جدا مكلفة وباهقة الثمن وخصوصا نحن نقوم بدعم المرضى السلطان الذي ذوي الدخل المحدود أو من يواجهون صعوبة في تحمل نفقات وتكاليف العلاج من جانب آخر عندما نتطرق إلى موضوع الدعم النفسي نحن في جمعية أصدار مرضى السلطان لدينا حرص كبير على توفير البرامج المختلفة والمبادرات المتنوعة لعقد الفعاليات والأنشطة المختلفة لهذه الفئة وأيضا توجد فعاليات مخصصة للسيدات والرجال والأطفال كذلك المبادرة الأولى سأشرح عنها هي خصلة الأمل طبعا هذه المبادرة تسعى إلى تزويد مرضى السلطان الذين خرضوا العلاج الكيماوي ففقدوا شعرهم نتيجة العلاج الكيماوي بشعر المستعار وهذا يأتي طبعا من خلال تبرع الجمهور بشعرهم المستعار وتصنيعه خارج دولة مثل توفيره لمرضى السلطان المحتاجين لهذا الشعر المبادرة الثانية هي لون عالمي طبعا هذه المبادرة تسهم في الحد من التأثيرات السلبية لمرضى السلطان من خلال تنظيم فعاليات مختلفة يعني تتناسب مع طلعاتهم وتضيف جوء من البهجة والمرح على نفوسهم وهذه طبعا تكون الفعالية مخصصة أكثر للرجال والنساء لهم أكبر سنة ودينا مبادرة أخرى وهي عربة المرح تكون خصيصا أكثر للأطفال وطبعا هذه المبادرة عربة المرح تهدف إلى دعم الأطفال المتواجدين حاليا في المستشفيات وأيضا خارج المستشفيات عن طريق دعمهم بخلال الفعاليات والأنشطة المختلفة والتي تتناسب مع احتياجاتهم كونهم يوروا بهذه الفترة الصعبة ليسهم كأطفال حد ذاتهم أيضا العائلة والأسرة بأكملها طبعا كما ترون لدينا كثير من الفعاليات التي تم عقدها خلال هذه السنة فعاليات مختلفة لدينا مثلا لون عالمي في عنا دورات مختلفة للسيدات المصابات بالسرطان والناجيات كذلك لدينا طبعا بسبب جائحة كورونا قمنا بتحويل جميع الفعاليات الدعم المعنوي إلى فعاليات افتراضية وورش افتراضية حتى يعني نحرص على أننا ما زلنا مستمرين في دعم هؤلاء المرضى حتى في الأوقات الصعبة وخلال انتشار هذا الوباء من جانب آخر في عربية المرحل لدينا كثير من الفعاليات التي تم تعاون من خلالها مع المستشفيات على مستوى دولة الإمارات لدينا مثلا رحلة افتراضية قمنا بها لمزرعة الأطفال ما هنا الناس قد يواجهون صعوبة للتهاب إلى الرحلات أو زيارة الأماكن التي يكون فيها تجمعات فنحن سهلنا علىها إلى الأطفال بتوفير هذه الرحلة الافتراضية بالتعامل مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وغيرها من الفعاليات الكثيرة طبعا بالمجمل اجمالي عدد الفعاليات حضور للفعاليات التي تم حصدها خلال هذا العام في فعاليات لون عالمي تم عقد 18 فعالية وكان اجمالي المشاركين حوالي 1084 سيد وسيدة من مرضى السرطان والناجين بالمقابل من خلال فعاليات عربة المرحل التي تم اعدادها هذه السنة هي 13 فعالية وتم مشاركة حوالي 743 طفل من مختلف المستشفيات الموجودة في دولة الإمارات والآن طبعا نهينا من العرض التقديمي الخاص بجمعية أصدقاء مرضى السرطان وأود الآن الترحيب بضيوفنا الياطعين الأبطال الذين حاربوا مرضى السرطان بكل شجاعة وهم كانوا يعانون من هذا المرض بالسن صغير جدا وهم في عز شبابهم فبداية أنا أرحب سيدة نرمين كيف حالك؟ السلام عليكم تمام الحمد لله طامنين عنك وعن صحتك الآن هل اجتستي مرحلة السرطان والعلاجات وكيف حالك الآن بعد تجاوزك هذه المرحلة الصعبة؟ تمام الحمد لله لسه بطرد لجلسات كيميائية بس إن شاء الله باقتات جلسات فبإذن الله من تجي قريب بإذن الله تعالى ونسأل الله شارع لك الشفاء العاجل نرحب بالضيفة الثانية معنا سيدة رانيم مرحبا كيف حالك سيدة رانيم؟ طمين عليك؟ تمام الحمد لله إذا ممكن بس تعطينا النبذة للجمهور تعرفين عن حالك؟ أنا اسمي رانيم الدرويج من سوريا عمري عشرين سنة وأنا محارب السرطان صلي سنة ونص عم بحاربه عملت حالياً خمس عمليات جراحية وأخذت أربع جرعات كيميائية وهلأ حالياً حنبلش بجرعات إشاعة بعلاج الإشاعي ولهلأ ما حارب نتمنى لك إن شاء الله شفاء العاجل وأنت أيضاً محاربة وهذا المرض ليس بالسهل وحن نسأل الله أنك في شفاء العاجل نرمين إذا أيضاً ممكن تعطينا نبذة بسيطة عن نفسك للجمهور نرمين علي من مصر محاربة سلطان من خلال السنة لحد الآن بأخذ جلسات كيميائية متعرضة للعملية في القدم وإن شاء الله الجلسات الشعائية هتكون بعد الجلسات الكيميائية إن شاء الله طبعاً كما هو معروف أن مرض السرطان يعاني فيه الفرد يعني اللي يخطونه للعلاج وهذا المعانا مو بس تكون جانب يعني جسدي من الضرر النفسي اللي يتعرض لها الجسم من خلال العلاجات اللي تكون قاسية بعض الشيء لأنها تؤثر على طاقة الإنسان وأيضاً على مظهرها بشكل عام أيضاً له أثر وليس أقل من الضرر النفسي هو الضرر النفسي الضرر الجسدي هو الضرر النفسي طبعاً اللي يمر فيه هذا المريض من خلال يعني مراحل العلاج اللي تكون مطولة ومنهكة للجسد وللنفس فأنا بغيت أسأل معانا رينيم تجربتك مع هذا المرض بشكل عام إذا ممكن توجيزيها بصورة بسيطة تواضحين المراحل اللي مريتي فيها مع هذا المرض وكيف كانت الطابع النفسي اللي مريتي فيه خلال هذه الفترة وبصراحة كان كانت فترة كثيرة صعبة يعني كان مرض غير متوقع كان مرض صعب يعني من خلال اللاجي كيميائي كمان ضرورة أكثر تركت دراستي تركت حياتي العادية إجيت لتافح مرض ما متوقعينه حدا ما حدا متوقع بالعائلتي وخصوصاً أنا كانت نسبة لي صطمة كبيرة ولهلا يعني عم حاول وكافح عشان يعني عشان إجعل حياتي مثل ما كانت وقع إن شاء الله ترجع حياتك مثل ما كانت وأغضل يا غني نرمين إذا ممكن أيضاً أنت كذلك تجزينا المرحلة اللي مريتي فيها خلال علاجك مع السرطان مرحلة صعبة يمكن قبلها كان أو معروف إن المرض السرطان أو عادة إنه يكون مصمت ملهوش ألم بس أنا طريباً يعتبر إن أحربت المرض في خفاء أو في السكون لأن أنا تعرضت لألم السرطان قبل ما يكتشف إن أنا عندي سرطان سنة ويكتشف 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 كمان الوجع النفسي أو البدني كان برضو بعد سنة من اكتشاف المرض فأنا أعتبر أحرب سلطان من مدة ساعتين مرة في خفاء ومرة إن أنا عارفة إن أنا عندي سلطان كان صعب على واحدة عمرها سلطان سنة وكان شعور غير متوقع للكل بس الحمد لله إلى حد ما اشتذيت الموضوع وحاولتها أدماضة إن النفسية ما تكونش يعني لها أثر كبير علي نعم أيضا هذه يعني التجربة صح إنها صعبة وأيضا تكون فيها يعني تحديات وصعوبات مختلفة يعني يعتمد على الشخص ويعتمد على مدى تقبله لهذا المرض أتوقع رانيم نرمين يتفهمه هذا الشيء إنه ممكن الإنسان يتقبل هذا المرض بنفس الطريقة اللي ممكن يتقبلها فردة آخر وخصوصا أنتم الآن اليافعين وصبتوا بهذا المرض أبغيت يعني رانيم إذا ممكن توجزيلي شو هي أبرز الصعوبات اللي مريتي فيها خلال صراحة مع هذا المرض أصعب شو هو كان العلاج فيماك بصراحة أنا كتير تعبد إلا أنه كانت ممكن على حسب أول الدكات أنا خدت أقوى جرات كما ما يمكن تنعطها فكانت نسبق لي كان صابتا إرهاق بشكل كبير يعني نسبق لي كان غير ألام بالجلسة كانت ألام نفسية أكثر يعني كتير أرهقت و بصراحة يعني ما خليت ما شفاء لما دخلت بصراحة وكان أسره وكان تعيرتي دائما أنا وعت عم نحاول نسافحه بإيجابية بطريقة بطريقة يعني ممكن يخفف عني لأنا يعني نعم أنا متأكد أن هذه الفترة ما كانت سهلة خصوصا علاج الكيماوي معروف أن يأثر بالنعم رانيم إذا ممكن توجزيلي أيضا هي أهم الصعوبات اللي مريتي فيها أيضا والصعوبات سواء كان من خلال فترة علاج وخلال الضرر النفسي اللي مريتي فيه وكان مرحلة مريت من مروق صعب أول شيء أنه تركت راستي لنسبة أول سنة ودخلت اختصاص كان كثير حلو جينات وعلم الوراثة فالنسبة كان أول فترة كان كثير صعبة وتكتشفت أنه لازم أخذ كثير نزالة كثير ضايقت بس طبعا خليت إيماني بأله كثير وكان هاي يعني هاي من عند الله يعني إشان كافح وأصبر وعلمتني أنه وعلمتني أنه أحب الحياة وأصبر وكافح حتى نعيش نعطيك العافية رانيم نرمين ممكن تشاركينا تحديات والصعوبات المرتدي فيها خصوصا في الجانب النفسي الجانب النفسي كان صعب لأن يمكن أنا لوحيدة بس كنت متوقعة أني ممكن أصاب مرض السلطان بس عالتي لا ففترة مثلا حوالي أسبوع وأسبوعين ما بين المستشوئات والأشياء عشان إذا كنت ستتأكد أنه سلطان أو لا فيمكن كانت فترة صعبة على الكل خاصة ببعض لأنه ما توقع خالص أنه تنصاب مرض زي هذا بس لحد ما كان أكبر حافظ خلانا أن نحن نكمل وأن نفسي نفسي أنا بالذات تتعدل أنه دايما الحمد لله بعد فضل ربنا كان دايما بابا وماما ورايا فأنا ما حستش خالص أن أنا كان عندي سلطان بالعكس كان يتصرفوا معايا عادية مش مختيفة مش معنى أن أنا عندي سلطان أن ما كان مش بيظهر يخفهم بمعنى أصح الكبير علي لأ كانوا بيتعاملوا معايا زي زي إخواتي فده كان حاجة خلتني فعليا أن نفسي تهدى وأنا نفسي ما حستش لا بالجلسات ولا حست بالمرض ولا حست خالص بالكيم ويمكن كل ده كان النفسية طول ما هي إلى حد ما كويسة أو الإنسان مرتاح فما أعتقدش أنه بيتأثر بأي حاجة حتى يعني لو كان العلاق تييل أنا فعليا ما حستش بالعلاق أو بالقلسات الحمد لله لأنه كان وقفين جنبي يعني نعم طبعا أنت طارقتي نقطة جدا مهمة سيدة آنسة نرمين أنه موضوع دعم الأهل للمريض هذا طبعا الدعم النفسي ممكن أن يأتي من الأهل أيضا يأتي من الأفراد والطاقم الطبي والناس حوالين هذا المريض لأن بالنهاية هؤلاء الناس هي مثل ما نسميهم نحن القرية اللي يعيش فيها هذا المريض ويستمد منها الطاقة سواء كان طاقة إيجابية سلبية أي مشاعر كان السائدة بين هذه حوالين هذا المريض يتأثر في هذا المريض أنت الآن شرحتي جانب الصعوبات النفسية المريضة فيها خلال فترة العلاج لكن ما بعد تخطي فترة العلاج بشكل أكبر الآن أنت إن شاء الله في آخر جلسات كيماوي ونسأل الله تعالي تكون هذه آخر الجلسات يبعد عنك المرض وعن جميع المرضى اللي يعانون وهذا المرضى القاسي هل تحسين الدعم يجب عليها أن يستمر أيضا بعد الانتهاء من فترة العلاج أم تحسين مرحلة العلاج هي المرحلة الحرجة التي تحتاج فقط إلى الدعم النفسي سواء كان من الأهل أو البيئة المحيطة فترة العلاج طبعا بالنسبة لي فترة العلاج لأن زي ما رانيم قالت أن العلاج الكيماوي صعب وبيختلف على حسب الحالة بتاعت السلطان وبيختلف على تحديد مستوى السلطان إذا كان في المرحلة الأولى أو في المرحلة الرابعة أنا كنت في المرحلة الرابعة وطريبا أعتقد كانت في أواخر المرحلة الرابعة كمان فكان برضو نوع الكيمو صعب لكن الفترة اللي لازم الدعم النفسي يكون موجود فيها فترة العلاج لأن أولا تعب الإنسان قبل الكيمو وتعب وبعد الكيمو والجسم في بعض الأجسام مبتداش تتحمل الكيمو نفسه أو العلاج الكيميائي أو حتى إشاعي فإن هي الفترة اللي لازم يكون فيها دعم نفسي كبير هي فترة العلاج لكن أعتقد بعد العلاج يكون الإنسان على الإرتاح من هم الجلسات والعلاج وصعوبته وأعراضه بعده وقبله وخوفه من العلاج إذا كان هيدا الجسم يستقبله مرة تانية أو لا يعني أنا لحد دلوقتي فيها وقت بخاف إذا مرأ واحدا الجسم ما يستقبلش العلاج الكيميائي فكل ده توتر في فترة وكل ده بيخلص ويرجع الإنسان إلى راحته النفسية مرة تانية طبعا نسبة كبيرة جدا بتكون أن فترة العلاج هي الفترة اللي يجب يكون في دعم نفس كبير متأكيد رانيم نرمين عفوا رانيم إذا ممكن أيضا أنت تشاركينا شو هي العوامل اللي ساعدتك أن تخطي هذا المرض وخصوصا من الجانب النفسي إذا ممكن تشرحي لنا من وجهة يعني من خلال تجربتك الخاصة بصراحة كان من تلقي دعم من أهلك بشكل كبير يعني الصراحة لو لولدي ووالدتي وخارتي يعني كل العيلة يعني ما كنت وصلت لهون يعني حتى كان طاقم الطبي كان بسوال كان الطب أو الموردات وكمان كانت لهم كتير دعم كان كتير دعم حتى دعم الجميع كان إلى عامل خاص فيني طبعا أنتو مثل ما تعرفون احنا كنا نقد فعاليات اللي هي الدعم المعنوي وانتم أيضا شرفتونا في بعض الفعاليات التي عقدتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان سواء كانت فعليا أو افتراضيا مؤخرا نرمين قلت يعني قلنا شو الفعاليات التي حضرتها وشو الأثر اللي لمستي من بعد ما حضرت هذه الفعاليات التي تهتم بدعم مرضى السرطان على مختلف الفئات الأمرية للأسف أنا انضميت لجمعية طيبا من فترة الليلة فاللي قدرت أحضره هو كان أصوات اليافعين استفدت منها كثير أنا على أقل شركت حكايتي وخاصة أني أنا من قبل المرض وأنا كتب عين من الواجع ومحدش مسجقني وكان يشخص غريب لحد ما بالنسبة لبعض الدكاترة فهي ساعدتني جمعيا أنا على الأقل أشارك الحكاية وأن الناس نوع من أنواع التوعية فأن بالعكس أنا استفدت كثير وأعتقد أني أنا باستفاد كما من الفعاليات التي تنامي وإن شاء الله أحضر منها إن شاء الله دائماً شرفين يا نرمين ورنيم أنا أذكر أنت حضرت معنا هي فعالية صوات اليافعين وأيضاً بالسابق نور عقلك المسابقة اللي كانت مسابقة ثقافية وعلى ما أذكر أيضاً كنت متجاوبة كثير معنا في المسابقة إذا ممكن تعطينا يعني انطباعك عن هذه الفعاليات التي تدعم المريض معنوياً طبعاً كان له كثير دعم نفسي وخصوصاً أنا تأثرت كثير بالمحاضرة الصوت اللي عافعين كانت نسبة لي الشغلة مهمة إنه أحكي قصتي وأحكي أحكي قصتي وكيف مريت وكيف عانيت كانت نسبة لي كان كثير عطيني إيجابية حلوة إنه أقدر كمه نعم بالتأكيد لأن مرضى السلطان طبعاً بنهاية لا يعرف لا كبير ولا صغير والجميع ممكن أن يصب بهذا المرض ولكن من وجهة نظركم الآن أنتم كافئة من الشباب أو نحن نسميهم اليافعين يعني في مقتبل العمر وصارعتهم هذا المرض أريد منكم أن تبجهون رسالة للمجتمع يعني يعني كيفية أنه ممكن يتقبلون يعني ممكن أن يتقبلون الأفراد اللي معانو من الأمراض المزمنة ومنهم السلطان وكيفية التعامل معكم يعني بمعنى هل أنتم أصبتم بهذا المرض في فترة كان عمركم صغير وما زلتم أنتم يافعين لكن ما هي السبل والطرق المناسبة للتعامل معكم حتى أن لا تتضرروا فيها نفسياً ويتم راعات فيها يعني الوضع الصحي اللي تمرون فيه أنتم فما هي نصائحكم للمجتمع تحبون يتوجهونها تفضلي نارمين تفضلي بالنسبة لي أن المجتمع يتعامل معهم أو حتى أهلهم يتعامل معهم مع أنهم ما عندهم مش المرض اللي خطير أو أن هما يبينوا خفهم وعلاقهم بالطريقة دي لأنه أصلاً هو بيكون خايف فأنه محتاج حد يتطمنوا أن أنت كويس أنت هتقدر تحربوا هتقدر تهزم المرض حتى لو هتستمر سنة سنتين هتقفل آخر ما فيش مرض لي بداية وما لهوش نهاية على طول دايماً لي بداية ولي نهاية بس هي الاختلاف في الفترة فإحنا لو فظلنا أن نبين لهم خفنا عليهم وأن هما لا يبعدوا عن التجمعات أو كده ما أعتقد أن هما يتحسنوا لكن سبوهم يتعاملوا طبعتهم هما عارفين هما بيعملوا إيه يعني كل واحد بعمر يقدر يعرف الصح والغلط لكن إحنا هنبين خفنا عليهم هنفضل نقول لهم لا ما تعملوش كده ما أعتقدش أني فيه تحسن بس و بالنسبة لرسالة مني لهم أنه لما تعرفوا أنتم عندكم سلطان ما تخافوش خلوا ثقاتكم بربنا كبيرة هتعدي فترة وهاتعدي سنة سنتين هتعدي لأن زي ما ما فيش مرض لي بداية ولين ملحوش نهاية بس محتاج قوة وإصرار أننا هنهزمه وهنهزمه واتققنا بربنا وإيماننا بربنا طوالما هو كبير وقوي هيخفف فعليا حاجات كثيرة هيخفف علينا الجلسات هيخفف علينا المرض وأنا نفسي عن تجربة شخصية أنا نفسي ما حستش خالص أني أنا مريضة سلطان وما حستش خالص أنها كنت سأخذ قلسات بالعكس أنا حسيت أنه دور برد تقيل وخلاص هينتهي نعم بالتأكيد وهذه نقطة جدا مهمة أن مريضة السلطان لا نشعره وخصوصا إذا كان يافع ومقبل على الحياة لا نشعره بأنه ناقص إذا أصاب بهذا المرض أو أنه غير متمكن على أنه يمارس أنشطته اليومية صح أنه ممكن طفل ناقص كون أنه يعاني من هذا المرضى المزمن رانيم أيضا حاب أسمع مشاركتك شو تحبي توجهي رسالة للمجتمع وللجمهور عن كيفية التعامل المناسب مع المرضى سواء كانوا أطفال أو يافعين وما هو أهمية الصحة النفسية لهذه الفئة اللي يعانون من مرضى السلطان مهما كان مرينا في نازم كافح هذا المرض ومهما الإيمان يجب نكون إيمان بأم الله كبير يعني المرض مهي نهاية الكون ومهي الآخرة بالعكس لحن نرجع لحياتنا الطبيعية رحي سيكيش أمورنا بالتمام نازم دائما نخلي بإيماننا بربنا كبير مهما كان صح إنه مرض مو سهل صح إنه مرض صعب بس لازم دائما نكون أمنا كبير مو هي نهاية الكون أكيد هذي نهاية الكون وممكن هذي يكون تحدي على بعض الأفراد لكن بإذن الله سوفي تشارزون يعني مثل ما ذكرت يجب عنها المريض يكون إيمان بالله قوي رانيم هل شعبت بأي نوع من التفرقة أو أي نوع من الحساسية كون أنت فقط مصاب بهذا المرض خلال فترة العلاج لا ما حسنت لابط تفرقة أو شي بالعكس كنت مثل أي إنسان عادي يمشي بالعكس كأنه مثل أي حدا ما حسنت لابط تفرقة أو شي شو ممكن تواجهين رسالة لفئة اليافعين اللي يعانو بمرض السرطان الآن ويعانو من ضغوطات وحالة نفسية صعبة كون أنهم مصابين بهذا المرض النصيحة أنه دائما الإيمان نازقون بإيمان بأله الله لا يفعل شي إلا ما يكون لسبب ممكن أنتم هل تكافر حتى تحكو أنتم أصدقون مثل هل نحكو أصدقون أنا ونرمين ومهما كانت الصعوبات هي أزمة مثل ما قالت نرمين أزمة وتعدي والحياة بتتمشي ما حتوقف على هالنقطة وانتم حت أبدعوا بعدين بعكش ممكن هاد المرض يكون فيه فرصة لحتى ممكن أبدع ممكن بأي شي بالتأكيد مثل ما الواحد الساعات يواجه صعوبات في حياته ويعني من خلال هذي الصعوبات يمر فيها يكتشف في نفسه قوة داخلية يكتشف في نفسه مواهب جديدة ممكن ينميها لأن هذا المرض ممكن نحن لديهم أحلام وطموحات منذ الصغر يودون تحقيقها وبالنهاية يصدمون وهم مكافة الأسرة بإصابة فرد من أفراد هذه العائلة بهذا المرض نرمين أيضا أود أسمع رسالة كليفات الأطفال واليافعين اللي صارعون هذا المرض الآن وهم ربما قد يعاني منهم فئة بحالة نفسية صعبة وربما ينظرون إلى العالم بنظرة أخرى تمنعهم من مارسة حياتهم أو منهم أنهم يفكروا حتى يحقوا أحلامهم اليوم فما تحب شو تتحبين واجهين رسالة لهم لهذه الفئة أولا أنا عايزة أضيف كلام رانيم مش إضافية حياة فعلا زي ما هي قالت مش هتقف الحياة على نقطة معينة حياتنا هتستمر بالمرض أو بدونه هتستمر فإحنا مختلفون بتميز إحنا مختلفون بتميز إحنا بنحارب حاجة محدش قادر يحاربها تاني وإلا ربنا قادر أنه يجعل أن كل يصاب بنفس المرض زيه زي فيروس كورونا زي أمراض تانية كتير ولكن ربنا شايفنا أن إحنا قادرين أن نحنا نحارب أو رسالة معينة من ربنا أن نصاب بالمرض فإحنا مختلفون بتميز رسالتي لي هو منهما الدنيا مش هتوفع في النقطة دي فالأحسن إن إحنا نحارب ونبدع وإحنا حتى أصحاب المرض أنا مريض السرطان إلى حد ما بحاول أن أكمل طريقي في السنوي وأستمر عادي أنا ما عندي مرض فطير يا جماعة أنا أيوة صح عندي سرطان بس هفضل عاية هاعد في القوضة وزعل وأكتئب وكل جلسة أروح تخاني مع الدكاترة وتخاني مع الصف الممرضين لي بالعكس مرض السرطان دايما الدعام النفسي بولا نصر الله كانت بتقول لي مرض السرطان يتغذى فقط على التوتر والخوف وده أنا هتوتر وأخوف نفسي وهتعامل وأدخل في حالة اكتئاب أنا مدمر نفسي حتى لو كان علاج الكيميائي ماشي صح أو أني الجسمي فادا باستفاد بالعلاج الكيميائي كل ده هتحصل لي طب لي أنا في غنى عن كل ده أنا أعيش حياتي الفترة هتستمر عادي أنا الدكتور بتاعي كان حصت متوقع أن الفترة تكون سنة بس مش السنة الأكيدة يعني يعني ممكن تزداد ممكن تقل ممكن تزداد سنتين الله أعلم ولكن أنا فريح ما زعلتش يعني أنه خلاص ده قدر ومكتوب أستمر وعيش حياتي وأضحق وانبسط وأطلع وأتعامل مع الناس والناس يتعامل معي على أني ما عنديش حاجة خلاص لكن هذا على الوقت أنا اللي بدمر نفسي بإيدي حتى لو كان راجس الكيميائي منعيش صح وبتعالج صح وجسمي بيستفاد منه فأنا بدمر نفسي وبالعكس أنا ممكن أموت نفسي وأنا مش حتى لأنها بطيف فإحنا نعيش حياتنا السلطان عمر ما كان نهاية بالعكس أنا دايما أي حادث أنا أقول السلطان إدالي حياة جديدة حياة أنا عرفت مين هي نرنين وأنا عايزة أبقى إيه إدالي فكري جديد غير فكري للأحسن للأقوى أنا حسيت بنفسي أنا عندي قوة أن أنا أكمل أي حياة المشاكل حوالي بيتشوفها عادية تغير فكري للأحسن مش للأسوأ لمرض السلطان صح متعب صح في واجعة صح أوقات الواحد بيوعها وبنقوم تاني كلما بنقعها كلما بنقعها أقوى كلما بنقعها بنقوم أقوى إحنا محدش حاسس بينا غير إنه بيكون متصاب بالمرض فأنا موحدة متصاب بالمرض وبأواجه في السالة أكملوا حياتكم وعيشوا المجتمع عمره خاصة من المجتمع الإماراتي وأنا بتعالك أنا عمري خالص محسرت بالضفرقة بيني وبين واحد سليم فكملوا حياتكم وعيش حياتكم ونبسطوا حتى لو كان المرض صعب بطبع نرمين وقعد انتي وجهت رسالة جدا مهمة هو على الفرد أيضا المصاب بهذا المرض اللي ينظر للحياة بنظرة إيجابية ويبتعد عن الأفكار السوداوية أو المحيط اللي يكون سلبي هذي رسالة جدا مهمة نرمين بالفعل رانيم ونرمين طبعا أنتم اليافعات المحاربات لهذا المرض نود أن ننهي هذه الجلسة برسائل تفاؤلية وإيجابية فأود الآن أسمع من نرمين أين أنت الآن وخبرين عن نفسك الآن بعدما أنت والله الحمد قاربت على الشفاء وإن شاء الله تكوني ناجية وبعيد عن هذا المرض ماذا تفعلي الآن أين وصلتي ماذا تدرسي هل أنت طالبة هل تخرجتي شاركينا الآن تجربتك بعد صراعك مع هذا المرض حاليا هذا كان آخر يوم امتحان في الثانوية العامة في فاصل دراسي الأول الحمد لله أنا زي ما قلت أنا الدكتور كان دايما يقول لي أجلي السنة بالعكس أنا السنة فدتني أن أنا شغلت عن موضوع السلطان حاليا أنا بعيدة ثلاث جلسات إن شاء الله يعني تقريبا على شهر واحد في السنة الجديدة هكون خلص وهبدأ في المرحلة الجديدة اللي ألاقي الإشعاعي نرمين فين دلوقتي أعتقد إن السؤال دلوقتي لسه بدري عليه شوية يعني ممكن يتسئل بعد موضوع الإشعاع بس أعتقد إن نرمين في مكان أحسن فكريا بالعكس أنا ضجت فكريا كتير ممكن دلوقتي نرمين يعني ما نرمين في مكان أحسن الحمد لله وإن شاء الله دائما تكوني بمكان أحسن وأفضل عن السابق رنيم أين أنت الآن ممكن تشاركينا ماذا تفعلي شو تدرسي أنا حاليا صلي أسبوعي أنا عملي عملية جراحية كبيرة وهل هل بعتي سنة أولي جامعة تأجلت دراستي بسبب المرض فهلا حاليا عادي عم أستنى لأخلص سم العلاجي وإن شاء الله فكر إن شاء الله يعني بترجع جامعتي ودراستي كنت عم بدروس مثل ما حكيت سنة أولى بالعلم الجينات والوراثة وحاليا يعني عم أستنى لعلاج الإشعة إن شاء الله تمر عليك هذه المرحلة والعلاج بيسر و تنشافي من هذا المرض إن شاء الله عاجل بالقريب وإن شاء الله نشوفكم جميع الخريجات بتخصصات أنتو تحبوها وتخدموا المجتمع وتكونوا عناصر فعالة من بيننا فبالنهاية طبعا نحن نختم هذه الجلسة الحوارية إذا ممكن سيدة آنيسة نرمين ممكن شاركينا أي شيء قبل ما ننهي هذه الجلسة زي ما وأماكن عالية فاستمروا وابدعوا على قد ما تقدروا واكتشفوا نفسكم ومرض السلطان هيغير تفكركوا في كتير حاجات فبالعكس خلوا المرض بداية وخلوا تحدي وان شاء الله هتفوسوا بالتحدي ده وأنا وثقة حطوا ثقتكم قبل ما تكون في نفسكم في ربنا وفي نفسكم وحربوا على قد ما تقدروا صرعوا مع المرض هتفوزوا وان شاء الله الشفاء التام لكل مريض السلطان ومريض السلطان وأشوفكم يا رب في قلسة حورية تانية ان شاء الله وكلكم في مراكز عالية ان شاء الله ان شاء الله غنيم تحبت وجهة أي كلمة قبل ما نهي الجلسة اليوم والمرض السلطان هو مرض صعب بس لازم نشتاسه بأمل وتفاؤل وحب أشكركم جميعا هاي الجلسة الحوارية ان شاء الله نلتقوا بي نكون أحسن وأفضل فيها بإذن الله تعالى طبعا وردنا في بعض الأسئلة هل لكم دور في تأهيل الأهل وتوعيتهم متقبل هذه المرض وخاصة أن فرد منهم طبعا جمعية أصدقاء مرض السلطان توفر الدعم المادي وبالإضافة إلى الدعم المعنوي وليس فقط للمريض أيضا للمرضى وأسرهم والمحيطين فيهم حتى نحن أيضا على دراية تامة بأن دور النفسي والدعم النفسي للعائل أسرة بأكملها هو دور جدا مهم حتى أن يستمر هذا المريض في بيئة محفزة وهذا ما تسعى فيه جمعية أصدقاء مرض السلطان من نشأتها في عام 1999 لدينا أيضا سؤال ثاني دور المدرسة والجامعة مهم هل ممكن المدرسة تراعي؟ طبعا هذه تعتمد على المدرسة وسياسات المدرسة ونحن بالنهاية ندعو الجمهور بمراعاة هذه الفئة كون أنهم يمرون من مراحل صعبة والعلاجات طبعا تكون جدا مؤرقة فيفضل في بعض الأحيان بعض الأطفال خصوصا واليافعين لمراعاة صحتهم النفسية والجسدية أنهم ما يمارسوا النشاطات التي تكون فيها جهد وتعب لكن بإذن الله طبعا الحكومة موفرة طبعا لجميع الخدمات التي تناسب هذه الفئة من الأطفال واليافعين والله الحمد شكرا جميعا لحضوركم اليوم لهذه الجلسة الافتراضية التي تناولت عدة محاور منها التجارب اليافعين مع مرض السرطان والتحديات والصعوبات وأيضا أهمية دعم المرضى بالسرطان معنويا ونفسيا لأن هذا الضرر النفسي لا يقل أهمية عن الضرر الجسدي اللي يمر فيها هذه الفئة شكرا جزيلا لحضوركم وأتمنى لكم مسلم سياسة سعيدة بإذن الله مع السلامة في حفظ الله ترجمة نانسي قنقر